تظهر جنبات شوارع القاهرة الفاطمية بالعديد من الأثار المتنوعة التي ما زالت شاهدة على مئات السنين على تاريخ عريق وحاضر مزهر من بين هذه الأثار بيمارستان المؤيد شيخ وهو أحد أثار العهد المملوكي الذي يعد ثاني بيمارستان باق على مستوى القاهرة بجانب بيمارستان قلوون بشارع المعز وأحد أشهر البيامارستانات في العالم والبيامارستان هو مبنى أثري كان يستخدم كمنشأة للرعاية الاجتماعية في إطار إعادة تأهيل وإحياء العديد من مواقع التراث الثقافي يأتي مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية والذي يتم تنفيذ بالتعاون بين وزارة السياحة والأثار والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف إدارة السياحة الثقافية بشكل مستدام الحقيقة إن حدث اليوم يجسد ويعبر بشكل جليل عن صورة من صور التعاون والصداقة بين الشعبين المصري والأمريكي نجتمع هنا عند المدخل الجنوبي للقاهرة التاريخية المسجلة على قائمة التراث العالمي باليونسكو لنحتفي بنموذج يحتز به لإدارة وإعادة توظيف مواقع التراث والأثار وفي ممارستان السلطان المؤيد الشيخ والذي كان مخصصا كمنعلم كمستشفى وكدنا أن نفقده كمبنى أثري نتيجة عوامل الزمن والتقادم وتداخلات المتتالية لولا تدخل وزارة السياحة والأثار ومثالة في المجلس الأعلى للأثار وإدارة القاهرة التاريخية لترميم ترميما كاملا واستعادة ملمحود معملية والوظيفية نتفل سويا اليوم بالمشاركة المصرية الأمريكية في قطاع السياحة والتراث الثقافي في عدد من المواقع الأثارية بالقاهرة التاريخية بعد تطويرها وذلك من بين ثمان مواقع ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على مستوى محافظة القاهرة وهي تقييد تقييد دين البسطامي والبيرة مستان المؤيدي ونتطلع مستقبلاً للمزيد من التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بحماية التراث بالقاهرة نحن هنا اليوم من أجل الاحتفال بالعلاقات الممتدة بين الشعبين الأمريكي والمصري واليوم نحن نعمل على أن يكون هذا الاستثمار من أجل أن تستمتع الأجيال القادمة بزيادة أماكن التراث الثقافي في مصر ونؤكد على أن المجتمع سيستفيد أيضاً من هذا المشروع عن طريق إتاحة الاستثمار للكطاع الخاص وإنشاء وتطوير المزيد من المشروعات حول هذه المناطق مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية يأتي بمارستان المؤيد شيخ من بين الأماكن التي يعمل عليها المشروع وهو مبنى أثاري تم تصميمه كمنشأة صحية على يد الملك المؤيد أبو النصر شيخ أحد أهم الملوك الجراكسة في مصر كما يشمل المشروع بيت يكن وزاوية فرج بن برقوق وغيرها من الأماكن التراثية فإحنا شغالين يعني بنرمم الأثار وفي نفس الوقت شغالين مع المجتمع المحلي بنضربهم بالذات الحرفيين مثلاً اللي بيقدموا طعام في الممتقة بنضربهم على الإتيكات وعلى السحة بحيث أنه لما يقدم أكل للساح يبقى بطريقة مناسبة وصحية وبرضو بالنسبة للحرفيين بنديلهم أفكار إزاي يطور المنتج بتاعه ده طبعاً هيفيد المجتمع المحلي وهيزود إقبال السياح على الممتقة بيمارستان يعني تقريباً مستشفى فشوفي العظمة اللي فيها المكان والارتقاء الروحي والسمو الجمالي اللي موجود فيها فطبعاً دي حاجة بيري يونيك أو فريدة جداً في التراث بتاعنا ولازم نفتخر بيها فكونوا اتنظف وترمم وحيعد استخداموا في حاجة تنفع المجتمع دي حاجة محمودة جداً البقية الحاجات اللي هم نقوها عشان ودي على فكرة مش الحاجات الوحيدة يعني في حاجات أكتر أثار وتراث حتى لو مش وسجل أثار لكن تراث عظيم جداً في منطقة الدرب الأحمر فكونهم بدأوا يهتموا بمناطق مش أثار في حتة متفرقة ونرمم أو نهتم بإعادة تأهيل الأثار دهية في المناطق على طول بيودينا لإعادة تأهيل المنطقة كلها حيكون له مردود اجتماعي واقتصادي وجودة للحياة للقاطنين في المناطق دي يعد هذا المشروع خطوة في إطار جهود الدولة لإعادة تأهيل المواقع التراثية إلى جانب العمل على تعزيز دور السياحة كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي جرمين إبراهيم التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر